الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم متابعي قناة المنقد العالمي أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج ماذا قال علي عن ابن المهدي سلام الله على الأمير علي وعلى ابنه المهدي في حلقات هذا البرنامج نتناول الروايات العلوية الواردة حول ابن المهدي عليه السلام ولعل هناك من سيستغرب وهل هناك ابن المهدي لكي يذكره الإمام علي عليه السلام ولعل هناك من سيستغرب أكثر ويقول وهل علي ذكر ابن المهدي بأكثر من رواية أو روايتين لكي تجعل منها برنامجا أو برنامجا من حلقات الجواب نعم فالروايات كثيرة عن علي أمير المؤمنين باب مدينة العلم وفيها يخص ذكر ابن المهدي عليهم السلام هذا بالإضافة إلى عشرات عشرات الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أولاد علي عليهم السلام بشأن ابن المهدي عليه السلام فابن المهدي السيد الهمام الطيب ابن الطيبين هو سر زمن الظهور المبارك قال عنه علي عليه السلام الكثير ذكر دقائق الأمور بشأنه يذكر اسمه ونسبه ويدكر مقامه ومكانه وأصحابه ويدكر علاماته وأعماله وجهوده وملاحمه ويدكر مظلومية ابن المهدي وما سيلاقيه من بعض المعادين لدعوته بل ذكر حتى القانون الذي به يعرف ابن المهدي عليه السلام أحبة المشاهدين أن التعرف على ما قاله علي عليه السلام وأبنائه عليهم السلام عن ابن المهدي عليه السلام هو طريق الوصول لخليفة الله المهدي صلوات الله عليه لأنه يأتي باسم الإمام المهدي عليه السلام لا يطلب مشيئته بل مشيئة أبيه الذي أرسله فمن لا يقبل الابن فمن لا يقبل ابن المهدي لا يقبل أباه الذي أرسله لأنه من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله شكرا للمشاهدين